اهلا بكم رسائل مختلفة واتهامات جديدة بين اطراف فاعلة في الصراع السوري تعاقبت خلال الساعات الماضية فتركيا لن تسمح بسقوط مدينة اعزاز السورية الحدودية بعيد الاكراد في المقابل روسيا لا تعتزم الابقاء على وجودها العسكري في سوريا الى الابد لكنها ستواصل ضرباتها الجوية في محيط حلب حتى ولو جرت توصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار موسكو وصفت الضربات التركية لمواقع الاكراد في شمال سوريا بالاستفزازية وردت انقرة باتهام روسيا بقصف مدرسة ومستشفى ميداني في اعزاز بالامس ناقشنا هنا في العالم هذا المساء التصعيد التركي الكردي وتداعياته المحتملة والليلة نناقش طبيعة الرسائل التي تطلقها الاطراف الفاعلة في سوريا بعد هذا التصعيد والى من توجه خاصة الروسية منها تدخلات عسكرية وقصف متواصل من اطراف عدة قد يفرد خريطة سياسية جديدة فشلت الاتفاقات والمفاوضات بالمرور بين منعرجاتها دمشق باسم خرق السيادة وبعد قصف تركيا لمناطق سيطرة الاكراد في سوريا طالبت مجلس الامن الدولي بوضع حد للممارسات التركية متهمة إياها بإدخال قوات سمتها بالمرتزقة إلى المنطقة وطالبت بوضع حد لما وصفته بالجرائم التركية روسيا التي تدخلت بشكل مباشر في سوريا منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي نفى رئيس وزرائها ديمتري مدفيدف استمرار وجودها العسكري لأجل غير مسمى وأكد أن الوجود الروسي من أجل هدف محدد وملموس ولم يحدد هذا الهدف ما تسمى بالجماعات الإرهابية هي كلمة السر في الصراع الدائر في سوريا حيث أن روسيا أيضا اتهمت تركيا بمساعدة من وصفتها بالجماعات الجهادية الجديدة والمرتزقة المسلحين على التسلول إلى سوريا تركيا وتحت غطاء تهديد أمنها من قبل وحدات حماية الشعب الكردي بدأت بمحاولة فرض منطقة آمنة في سوريا وبقصف مواقع سيطرة الأكراد منعا من تمددهم ورغم أن تركيا لم تكن يوما بعيدة عن الملف السوري إلا أن وزير الدفاع التركي أكد نفيه لدخول جنود أتراك لسوريا وأضاف أن أنقرة لا تفكر في إرسال قوات لسوريا فيما تحدث رئيس الوزراء التركي عن مخاوف تركيا الحقيقية روسيا تحاول استنساخ قادروف جديد في سوريا على غرار ما فعلته في الشيشان منظمة بي كي كي في تركيا ووحدات حماية الشعب في سوريا أدتان بيد موسكو وهما بيادق السياسات الروسية التوسعية وإن لم يتم قراءة ذلك بشكل صحيح فإن هناك أزمات جديدة ستحدث مستقبلا أزمات جديدة ستحدث مستقبلا هذا ما كان قد حذر منه أيضا وزير الخارجية الأمريكي جون كاري فيما إذا انهارت خطة السلام حيث تنضم المزيد من القوى الخارجية إلى الصراع قوى جديدة تنضم للصراع مباشرة وبغض النظر عن وصول طائرات سعودية من عدمه لقتال تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية فإن تعقيدات الملف السوري دفعت السعودية لإعلان الخطة التي سمتها باء والتي تعني تدخلها العسكري البري والجوي المباشر مع تركيا في محاولة وحسب ما يرى خبراء لتشكيل نقاط قوة على الأرض موازية لتلك الروسية تشارك بفرض حل سياسي غير مقيد بمقاسات روسيا ومصالحها الملف السياسي السوري تزيد العمليات العسكرية من تعقيداته حيث لم تعد السماء السورية حكرا على السوريين وحدهم والأرض ضاقت عليهم والهواء أضخم برائحة البارود أما التحالفات فهي تعقدونهم حيث تعددت الجيوش وتنوعت مصادر القتل وهم على تخوم بلادهم بانتظار الحل للنقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد أندرو تابلر المختص بدراسات الشرق الأوسط وأبحاث السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أهلا وسهلا بك من موسكو الخبير في شؤون الشرق الأوسط أندريا مورتا تزين أهلا وسهلا بك ومن القاهرة لأساد بشير عبد الفتاح الخبير في شؤون التركية والإيرانية من مركز الأهرام للدراسات أهلا وسهلا بكم جميعا بدايتي من موسكو سيد أندريا حينما يحذر مدفياد في الولايات المتحدة من التدخل العسكري في سوريا هذا يعني أنه ماذا روسيا قرأت في تحركات الأيام الفائتة تهديد لها وبالتالي ترسل إشارات حرب ولا القضية أنه هي تقرأ فيما أعلن من جانب أكثر من دولة في الأيام الفائتة محاولات للتدخل بينما هي بدأت تحسم الأمور على الأرض للأسف آخر التطورات في الميدان تصيب للعملية السلام والتهدي التي نشأت قبل عدة أيام وعلى وشك مؤتمر ميونيخ طبعا وفقت روسيا والولايات المتحدة على محد التاريخ للسلام في سوريا واتفق على التجنب من العمال القتالية العسكرية على الأرض طبعا الطيرات الروسية لم تقصف المستشفيات والمدارس الطيرات الروسية قد قصفت مواقع داعش والجيش الإسلام ولا أكثر من ذلك أما القوات التركية فهي داربت على الفصائل الواي بي جي المقاومة الكردية وهذا واضح وبراي هذه التصارفات الاستفزازية طبعا تم تسعيد الوضع بعد أن قطعت القوات الأسد بشر الأسد الطريق من حلب إلى الحدود التركية بس كل هذه تطورات ميدانية والاتهام الوحيد الصادر بشكل بدى واضحا ضد روسيا بأنها هي من قصفة مستشفى طباء بلا حدود كان من تركيا لكن سؤالي لحضرتك هو عن الرسالة السياسية التي وجهها رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيادف للولايات المتحدة عن أن نشر قوات في سوريا سيقود إلى حرب شاملة وطويلة هل هذا إعلان خرب من جانب روسيا؟ لا تبان قالي ميدويدف تبان هذا بالوكال لأقوال بوطن وميدويدف هو كرار لأقوال بوطن وأقوال سيرجي لавروف وزير الحريجي روسيا أن روسيا لا تريد القيام بالعمليات البارية وطبعا لن تدخلوا قواتها إلى سوريا هذا شيء مستحيل إطلاقا بإمكانها لروسيا مواصلة الدربات الجوية على الجماعات المتطرفة ولا أكثر من ذلك وروسيا تسعى إلى تهديد الوضع وليس لتسعيدها طيب سيد أنجو أعتذر تفضل أعتذر فيما يخص درب المستشفيات أنا سميت الأخبار من طرف الأطباء بلا حدود وقالوا أنهم لا يعرفون تماما من قصف هذا المستشفى صحيح هم قالوا أنه العملية متعمدة فقط لكن لم يشيروا بأصابع الاتهام إلى أي منفذ لكن الاتهامات تتطير من هنا ومن هناك من الأطراف التي هي غير معنية ليس من أطباء بلا حدود هذا مفهوم سيد أندرو تابلر كيف تعتقد أن واشنطن استقبلت هذه التصريحات خصوصا أنها جاءت أصلا ردا على تصريحات لجون كاري أعتقد أن الولايات المتحدة تراقب التصريحات عن كذب وطبعا لا أحد يرغب في نشوب حرب بسبب سوريا ولكن هناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية وروسيا ونظام الأسد من ناحية أخرى على العمليات داخل سوريا ولسوء الحظ فهذا قد يؤدي إلى أخطاء مميتة والمشكلة بالنسبة للجميع هي أن الأحداث تتحرك بسرعة أكبر مما تقدر الحكومة على التحكم بها ولا أعتقد أن أي جانب يريد ذلك لكن جون كاري كان قد سبق وقال وذلك جاء عليه رد المسؤول الروسي أنه إذا فشلت جهود السلام في سوريا مزيد من القوات الأجنبية قد تدخل إلى سوريا وبالتالي رد موسكو جاء ليوجه رسالة إلى الولايات المتحدة أولا ثانيا إلى التحالف لأنه جاءت ردود أفعال متوازية بعد ذلك من السعودية من دول أخرى أخرها كان قطر في إعلان العطية أنه ربما ترسل قوات أخرى من قطر وبعد ذلك سبق وأعلنت تركيا أنها مستعدة للانضمام إلى ذلك التحالف تحت إمرة التحالف وبالتالي قد يرى أن واشنطن هي من تسببت في هذه البلبلة وأن روسيا بالكاد كانت ترد على تصريحات جون كاري وأن المتسبب في التصعيد هو أصلا لولايات المتحدة تصعيد الكلامي طبعا الإعلامي أعتقد أن الولايات المتحدة تتدخل في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وهذا ليس بالأمر الجديد وبالنسبة لأي تدخل غربي في سوريا فلا يحدث بإذن من نظام الأسد ولكن الهدف منه هو محاربة تنظيم الدولة والحكومة السورية لا ترغب في ذلك ولكن الغرب ينظر إلى الأمر بعين مختلفة الغرب يعتقد أن بشار الأسد فقد السيطرة في البلاد ولذلك فإن ربما يمكن تحقيق حل عسكري في جزء بسيط من سوريا فقط لا غير طيب أستاذ بشير عبد الفتاح إلى جانب القطبين الكبيرين روسيا والولايات المتحدة هناك مساران متوازيان مسار على الأرض جاري من جانب سواء الأكراد أو التركيا إلى جانب النفي التركي بأنها دخلت الأراضي السورية مطالبة سوريا مجلس الأمن أن يتدخل لوقف ما سمته العدوان التركي على حدود أراضيها ثانيا تشكيك وزير الخارجية الإيراني بالأمس محمد جواد ضريف من إمكانية خوض تركيا والمملكة العربية السعودية عملية برية في سوريا إذن هذا الصعيد الميداني المجال الأول المجال الثاني موازي هو التصعيد الدبلوماسي لأنه واضح أن هناك رد ورد موازي فيما يسمى عملية الردع الإعلامي بين أطراف العاملة أو الفاعلة في سوريا في هذه الأثناء هل بالإعلان اليوم أن استفان دمستورا سيتوجه في زيارة إلى سوريا أو بالفعل ربما هو في طريقه إذا لم يكن وصل زيارة مفاجئة إلى سوريا هل تعتقد أن ذلك سيحيي الأمل في مفاوضات أخرى جناف مجددا ولا المسألة كلها أصبحت معلقة بالوضع الميداني ما يجب أن يحدث وما سيحدث فعلا ما الذي يجري في سوريا الآن أستاذ بشير ظني أستاذ راشا أن أزمة سوريا أو القمر الإصطناعي الروسي قد خرج عن المدار روسيا الآن أو أزمة سوريا الآن خرجت عن المدار بمعنى نحن لن نتحدث عن مصير نظام الأسد أو معارضة أو حل للأزمة السورية أو للبعد الإنساني ممثلا في اللاجئين الأمر الآن بات بصدد تصفية حسابات ما بين أطراف إقليمية كروسيا وتركيا على سبيل المثال يبدو أن الصراعات الروسية التركية القديمة والمغلة في القدم تجددت على أثر إسقاط أنقرة للمقاذفة الروسية من تراث سخوي قبل أسابيع روسيا لا تنسى ذلك وتريد أن تنتقم بشدة تركيا لديها تخوف من تنامي الطموحات الكردية بعد وصول المقاتلين الأكراد في سوريا وعلى رأسهم PYD أو حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري إلى ما يسمى بالخط الأحمر التركي وهو الضفة الغربية لنهر الفرات أو شرق منطقة عفرين الولايات المتحدة تتعامل مع الأمر بازدواجية ملحوظة وهي أنها تنسق مع روسيا في العمليات العسكرية يعني وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين وروس وأوروبيين أن روسيا ما دخلت عسكريا في سوريا إلا بتنسيق أمريكي حتى الطلعات الجوية اليومية التي تقوم بها المقاتلات والقاذفات الروسية من طراز ميج وسوخوي تتم بالتنسيق مع دوائر عسكرية أمريكية بشكل يومي الولايات المتحدة في المقابل تدعم PYD والمقاتلين الأكراد السوريين رغم أنها تعلم أنهم يقومون باحتلال المناطق التي كان يحتلوها ليس فقط تنظيم داعش وإنما المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها تركيا والمملكة العربية السعودية تركيا بدأت تستشعر هذا الخطر إزدواجية المواقف أن الجميع يبحث عن مصالحه يتخذ من محاربة داعش مظلة لتحقيق مآرب أخرى مغيرة تماما لمسألة الحرب على داعش لذلك يتبحث عن مصلحتها الآن وهي المنطقة الآمنة التي توقف طموحات أو تكبح جماح التطلعات الكردية السورية من جهة وتوقف نزيف اللاجئين من جهة أخرى كما تحاول أن تقلص خسائر تركية من الأزمة السورية قدر المستطاع تصريحات داود أغلو اليوم وبالأمس قال بشكل واضح نحن نوجه ضربات داخل معاقل الأكراد الذين احتلوا بعض المناطق في سوريا لثلاثة أسباب أولها وقف تطهير العرق ضد التركومان والعرب والسنة في الداخل ثانيا توفير منطقة آمنة للاجئين السوريين في داخل بلادهم ومن ثم فكرة المنطقة الآمنة هي التي تسيطر على التفكير التركي حاليا نعم بس حضرتك تتحدث وكأنه ليس هناك من كابح للجماح تركيا في هذا الشأن أولا لا ننسى أن هناك يد عليا في سوريا على الأقل في المناطق غير الخاضعة على ما يسمى تنظيم الدولة والمناطق الأخرى غير على الأقل الشريط الباقي في الثلاث مدن التي تسيطر عليها ما يسمى بالمعارضة المعتدلة المسمى بالجيش الحر وبالتالي هناك روسيا وهذا معامل مهم الأمر الآخر أن تركيا لديها أيضا حلفاء مواقفهم تختلف من بينهم المملكة العربية السعودية ومن بينهم حلفاء آخرون في المنطقة وبالتالي قطر على سبيل المثال وبالتالي التصريحات التي تخرج خلال اليومين الماضيين تعني أنه إذا لم يكن هناك إعداد كبير لعملية برية في الفترة القادمة تحت لواء التحالف يعني الولايات المتحدة ما الذي سيحدث إذا غيرت تركيا ولاءاتها أو تغير حلفاؤها حتى الآن كان حديثي منصبا فقط على الضربات من خلال قضائف هاون حتى الآن تركيا لم تتطور إلى استخدام الجو لأن منظومة سواريخ S-400 التي نشرتها روسيا في السماء السورية تحول دون قيام المقاتلات أو القاذفات التركية بأي عمل من هذا النوع يبقى العمل البري العمل البري أعلنت المملكة العربية السعودية غير مرة أنه لن يتم إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وتحت مظلة التحالف الدولي الذي تنضوي تحت لوائه المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر وهذه البلدان التي تتحدث عن التدخل البري في اعتقادي أن الولايات المتحدة لن تسمح لأولئك الحلفاء لها بالقيام بعمل بري ولو تحتمي ظلط التحالف الدولي لأن ذلك من شأنه أن يؤجج الغضب الروسي الإيراني على نحو ما بدأ جليا في تصريحات مسؤولين إيرانيين والروس بأن سوريا ستتحول إلى مقبرة لمثل هذه القوات إذا ما تدخلت لذلك أعتقد أن تركيا ستقتصر على القيام بعمليات من خلال قذائف هاون أو بعض العمليات التي لا تعرضها للتعرض لمنظومة سواريخ S-400 أو خرق أو استفزاز الأطراف الأخرى في محاولة لتوصيل رسالة بأن المنطقة الآمنة باتت أمرا ملحا لا يمكن الاستغناء عنه سيد أندريا الرئيس الأمريكي كان قد حث الرئيس الروسي على وقف الضربات الجوية التي تستهدف مواقع المعارضة المعتدلة على حد تعبيره وفي ذلك تجديد لخطاب كان قد توقف إبان الحث أو محاولة الدفع بمحادثات جونيف في الوقت الذي كان يتم الحديث فيه عن جونيف قبل أن تنهار كانت هذه اللغة بين الطرفين تقريبا إما تمت تنعيمها أو أنها توقفت لكن العودة إلى الحديث عن أن موسكو تقصف مواقع بين مزدوجين المعارضة المعتدلة خصوصا من جانب الولايات المتحدة يقرأ على أنه التنسيق بين الطرفين إما هو في طريقه إلى الانهيار ميدانيا أو أنه بالفعل على درجة منخفضة أكثر من ما سبق هل هذا يعني أنه ماذا؟ الدفع بمحاولات الحل السياسي لم يعود لها مكان؟ لدي الأمل في أن الحال السياسي سيتغلب وستستطيع البلايات المتحدة وروسيا أن تتفقوا لقيامة ضغط على خلفائه روسيا ستدخط على بشار الأسد وعلى إيران ومن جانبها واشنغتون ستدخط على ما هي الدلائل على ذلك؟ على الأرض كل طرف يقول أنه سيتغلب على الآخر بشار الأسد تتحدث أنه ستعود إليه سوريا بأكملها التفوق العسكري من جانب موسكو يعلن أنه يعني أو لا يعلن لكن يجري الحديث عن أنه سيتم القضاء على ما يسمى بتنظيم الدولة حتى نهاية الأطراف الأخرى ترى أنها سيمكنها أن تتغلب تحت لواء التحالف بريا للقضاء على ما يسمى بتنظيم الدولة وكل طرف يلقي باللائمة أو بغياب الإرادة على الآخر وبالتالي ما هي مؤشرات أن الحل السياسي ربما سيعود أو الدبلوماسي؟ لدينا بقية خمسة أيام لإعلان الهدنة وربما سيتغير الشيء ربما سيتغير الوضع خلال الأيام الخمسة ولكن طبعا أنا موافق تماما مع زميلي من القاهرة أن تركيا تقوم بالعمل الاستفزازية وطبعا هذه الاستفزازات من طرف الأنقرة ولكن روسيا ستفعل كل ما في وسائها من أجل مسك الأسد ومسك تهران وعدم القيام بتعقيد الوضع من الجانب السوري أظن أن آخر التطورات التي صارت وصارت تعقيدات هذه نتيجة الاستدامات بين تركيا والقوة الكردية وي بي جي وطبعا هذا هو الجزء هذا اللاعبين الإقليميين أما اللاعبين العالميين كروسيا والولايات المتحدة وهما ترهباني لبضي عملية السلام طبعا الوضع معقد جدا طبعا الوضع شديد التعقيد طيب سيد أندرو تابلر تركيا نفت دخول قواتيا سورية كما سبق بأسلفنا أو حتى عزمها على نشر قوات هناك إلا تحت لواء التحالف كذلك السعودية عادت وأكدت أنها لن تحرك قوات برية إلا تحت لواء التحالف وهذا يعني أن واشنطن الكرة مرة أخرى عادت إلى واشنطن وعادت إلى التحالف الذي كانت أعلنت عن تشكيله تحت قيادتها ما هي حدود ضغط واشنطن على حلفائها في هذه المرحلة لكي تعود الأمور إلى نصاب أنها ليست في عداء مباشر مع موسكو وبالتالي أنه لا يزال هناك فرص للحل السياسي في سوريا إذا ما أمكن هناك نقطتان أولا الولايات المتحدة قد تبدي لروسيا أنها تفرض بعض القيود على حلفائها داخل الأراضي السورية ولكن السؤال في نهاية المطاف هو إلى أي حد يمكن إقناع روسيا وإيران وبشار الأسد بأن عمليات التحالف ليست معادية لمصالحها وبالنسبة لروسيا فإن بشار الأسد هو الأساس لأي حل سياسي في سوريا لكن الولايات المتحدة تختلف تماما مع ذلك وفي الماضي كان بالإمكان توصل إلى تسوية بإدخال التعديلات على النظام ولكن نوعية التدخل العسكري الذي رأينا تشير إلى أمر آخر والولايات المتحدة في رأيي بإمكانها أن تلعب بدور ولكن روسيا والولايات المتحدة يجب أن تتفق على طبيعة التسوية السلمية ولازلنا بعيدين عن ذلك سيد بشير تعتقد أنه يمكن لمجلس الأمن في هذه المرحلة أو من مصلحتها أن يستجيب طلب سوريا في إطار إظهار الضغط على تركيا من أجل التوصل إلى الحل السياسي لا أعتقد ذلك لأن الولايات المتحدة هي إحدى الدول التي تمتلك حق الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي وهي لا تريد أن توصل رسائل إلى تركيا بأنها تتخلى عنها كليا مرة بإعلان المنطقة الآمنة ومرة أخرى بطرق روسيا تعيثه في الشمال السوري من خلال الضربات العسكرية الموجعة وكذلك عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بأن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي أو البي وي دي هو منظمة إرهابية لا سيما وأن تركيا تعتبره ذراعا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي بي كاكي الذي تعتبره الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب تركيا منظمة إرهابية كما أن واشنطن تعتمد على أكراد سوريا وفي القلب منهم بي وي دي كرأس حربة في الحرب على داعش وهناك دعم عسكري وسياسي وكذلك روسيا أيضا تفعل الشيء ذاته لذلك لا أتصور أن الولايات المتحدة ستمرر أو ستسمح بتمرير قرار من هذا القبيل يزيد الجفاء بينها وبين تركيا في هذه الأثناء شكرا جزيلا لضيوفي أستاذ بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية والإيرانية في مركز الأهرام للدراسات شكرا جزيلا سيد أندرو تابلر المختص بدراسات شرق الأوسط وأبحاث السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى شكرا جزيلا ومن موسكو الخبير في شؤون الشرق الأوسط أندريا مورتان زين شكرا جزيلا